والتشكيل والطريقة كابتن أشرف أجواء ما قبل المباراة يعني الزمالك يمكن بيعاني من فترة من عدم استقرار مالي وإداري وحاسينا ده في القطات كبيرة جدا هل تشوف أنه قبل مطش زي الأهلي والزمالك تأثر إلى حد ما على فرقة الكرة وعلى العكس والنقيد الأهلي يمكن بيتمتع بحالة استقرار إداري ومالي كبيرة جدا فمتشوف تأثير الحاجات دي أجواء اللي برى للملعب برى للكرة على الفرقة هو الطبيعي في العالم كله الاستقرار الإداري بيدي استقرار على المستوى الفني والنتائج في كل الفرقة في العالم الاستقرار الإداري والمالي بالتأكيد بيعمل حالة استقرار مميزة جدا للأجهزة الفنية واللعبين بيش مشاكل مالية اللعبين بتركز والأجهزة الفنية بتركز بس في الملعب وفي الأداء وفي النتائج الموجودة بالتأكيد نادي زمالك تأثر ولسه أعتقد كمان إنه حيتأثر لأن المشاكل لسه موجودة بدليل إن النادي الأهلي الحمد لله مستمر على القمة لأنه فيه الاستقرار اللي بنتكلم عنه ده فيه الاستقرار الإداري رائع جداً لمجلس إدارة بيوفره على مستوى الإداري في كل الأجهزة يعني نحن نكلم عن مجلس الإدارة نكلم على الجهاز الإداري للنادي الأهلي نكلم على المشرفين على الكرة نكلم على لجنة الكرة اللعبين فيه تركيز كبير جداً لهم ركز بس في الملعب في طريق أداءه في النتائج اللي بيحققها وبالتالي مستمر على القمة لأنه ما عندهوش مشاكل في ده وإن شاء الله يستمر ده مع النادي الأهلي وبالتالي كل الأندية الأخرى لو عندها الاستقرار ده أعتقد مش يبقى فيه مشاكل وخلي بالك الاستقرار ما بيبقاش بس مالي لأن فيه أندية في الدوري اللي داعي لذكر الأسماء عندها الامكانيات المادية ولكن إداريا مش النظام اللي بيكلم عنه أو السيستم الموجود داخل النادي الأهلي اللي فيه احترافية بشكل كبير جدا لازم ده مع ده لازم ده يكمل ده والجمهور والجمهور بالتأكيد هي منظومة متكاملة يعني بالتأكيد هي منظومة متكاملة طب يعني يمكن قبل